استنكر مدير مشفى المواساة أكبر مشافي العاصمة وعضو لجنة مكافحة كورونا آليات البحث عن مصدر الفيروس الجارية عالميا باعتبارها تنافي المنطقة العلمية الأكاديمي وتهدر الجهود العالمية لمكافحة الوباء الفيروس التاجي عرف من 1960 كفيروس سارسون اللي هو صاب تقريباً عدة آلاف ومات منه 700-800 شخص انتهى لأنه صار في تحور أو تطفر بالفيروس وقضع نفسه رجع بال2012 هذا عام نحكي على الفيروس التاجي ابن عمه لكوفيد-19 ظهر تحت مسمى فيروس الميرس أو فيروس الشرق الأوسط البحث الذي يجري اليوم وبضغوط أمريكية يشتت الجهود الدولية أولاً ويتجاهل معطيات العلم والطب خصوصاً لكون الفيروس التاجي ظهر بأشكال متحولة في عدة بقاعة من العالم ومنذ عقود ما بهمني أنه هالفيروس هذا جاي من أي بقعة جغرافية بالعالم لأنه بالنهاية هي مقاربته عم تكون بشكل أساسي إيجاد علاج نوعي ما بصير أنه نسيس الموضوع بهذه الصورة لأنه هذا الشيء لا يتوفق لا مع المنطق ولا مع العلم ولا مع الشيء الأكاديمي الطباء وآخرون وجدوا بأن هذا المسار وآليات التعاطي مع البحث عن مصدر الفيروس يحرف الجهود عن هدفها الحقيقي وهو إنقاذ البشرية منه وإيجاد العلاج له كشفت بعض المخابر كثيراً وبعض الدراسات أن هذا فيروس هو فيروس ينتمي لعائلة كورونا الطبيعية الموجودة في الطبيعة إذن أنه ليس فيروس مصنع في أحد المخابر إنه فيروس طبيعي الحل حقيقة لا أن نتبع مصدر هذا الفيروس إنما لنجد طريقة للقضاء على هذا الفيروس لعدم انتشاره كما اعتبر تسييس أمور علمية وصحية تهديد للعالم واستهانة بمصيره ويشبه سياسة أمريكا نفسها داخلياً في التعامل مع الوباء الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تسييس بعض الأمور حتى إذا لاحظتوا بين الفرقاء الأمريكيين بحد ذاتهم بين ترامب وبايدن استخدموا كورونا 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 سياسية وورقة لإستخدامها للانتخابات فلا غرابة أن تستخدم أمريكا ورقة كورونا ومصدر فيروس كورونا 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 سياسية أو ورقة تضغط على دول أخرى ندد أهم أطباء سوريا المختصون منهم في مواجهة وباء كورونا بالأسلوب الأمريكي في مواجهة هذا الوباء عالمياً خصوصاً أنها تنتهج مبدأ العداوات والاتهامات بدل التعاون ومبدأ التسييس لأبحاث علمية وخصوصاً في مجال البحث عن مصدر الوباء لقناة سي جي تي ان العربية يعرف خير بك دماشق